أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما تنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول ألا أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصصون وسباء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحيي الموت ونكتبوا ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قضور الناس من الجنة والناس واغرب لهم مثلا أسحاب القرية إذ جاء أهل المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا وما علينا إلا البلاء المبين قالوا 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 إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا تائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة وجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فجرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بظل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاص كم إذا رقب ومن شر نفات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخن الناس الذي يوسر في صدور الناس من الجنة والناس إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفل لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيحة واهدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهزرون وآية وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرج أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيوم ليأكل من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منهم نهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى آذك الأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبه وآية لهم أن همل لا زريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء نبرقهم فلا سرق لهم ولا هم ينحزون إلا رحمة منا ومتاء ومتاع إلى حين وإذا طيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم طرهم وما وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها إلا كانوا عنها مغرذين وإذا قيل لهم أنفكوا مما رذبهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعم من لو يشاء الله أتعمه إن أنتم إلا في ظلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداس إلى رب إن ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن رحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكئون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يضعون سلام قولا من رب رحيم وامتاد اليوم أيها المجربون ألم ألم أعهد إليكم يا مني آدم ألا تعبدوا الشيطان إن إن الشيطان إن ه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أذل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم ولا أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمصنا على أعينهم فاستبكوا السراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم للا مكانتهم فما استتاعوا فما استتاعوا مزيا ولا يرجعون مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في القلب أبلا يعفلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا مقب ومن شر نفاتات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لينذر من كان هيا ويهق القول ألا ألا الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظل الله لهم فمنها رقوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هم خسيم مبين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا وقب ومن شر من نفاتات في الوقت ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخنس الذي يوسرس في صدور الناس من الجنة والناس واغرب لنا واغرب لنا مصلا ونسي خلقا قال من يهيي العذام بهي رمين قل يهييها الذي أنشأها أول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخذر نارا فإذا أنتم منه توقضون أوليس الذي خلق السماة والأرض بقادر ألا أن يخلق بدلهم بلى وهو الحلاك العليم إنما أمره إذا أراد شيئا من يقول له كن فيقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما علينا إلا البلاغ المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسك إذا بقب ومن شر نفاتات في العقب ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر العسواس وفناس من شر العسواس الذي يعسس في صدور الناس من الجنة من الجنة والناس فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء شيء وإليه ترجعون وإليه ترجمة نانسي قنقر